يوصل المجزر الآلي بالبساتين بمحافظة القاهرة استقبال أضاحي المواطنين حيث تم فتح عدة عنابر للدبح لأضاحي الأهالي والجمعيات الأهلية واتصل الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين إلى إمكانية دبح خمسة ألف رأس يومياً في أول أيام عيد الأضحى المبارك استعد المجزر الآلي بالبساتين لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية أثناء الذبح إلى جانب الكشف على الذبائح للتعرف على اللحوم غير الصالحة واستبعادها في استعدادات في العيد بيتم إلغاء جهزات الأطباء والمهندسين والصيانة بحيث يتم الاستعداد وأنهم يجهزوا إصطلات الذبح وخطوط الذبح لاستقبال الأضاحي والجمعيات السقوق الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي تمكن من ذبح خمسة ألاف رأس يومياً ويتكون المجزر من ستة خطوط بالإضافة إلى أربع صالات لاستعاب الأضاحي كما أن المجزر مزود بأختام تحتوي على أرقام سرية غير قابلة للتزوير نهاردة مش أول مرة والحمد لله ربنا كرمني وجيت السنة اللي فاتت طبعاً ما كنتش أعرف برضو الفرق بابيني أن أنا أتبح هنا وأن أنا أتبحها عندي في البيت صراحة لقيت الموضوع هنا كل حاجة ما توفرها لي بالنسبة للمياه بالنسبة للنظافة بالنسبة صراحة للرجل المعلم اللي دبح لنا قطر خير صراحة وأي حاجة منطلبها منه الرجل ما بيتأخرش عننا في أي حاجة وانصح الناس كلها اللي عاوز يضحي ييجي هنا في المجزر بتاع البساتين مستوى الخدمة أكثر من رائعة والنظافة ممتازة جداً المجزر الآلي نظافة وأمان وبتاخد حاجتك في عربيتك بكل أمانة لبيتك أسساً ما تتوسخ البيت ويبقى البيت مش نظيف وكده ولا الشارع ولا الكلام ده تعمل المجازر الآلية على مدار اليوم طوال أيام العيد لاستقبال أضاح المواطنين مع تيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً إلى جانب توقيع الكشف عليها قبل الذبح وتجديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين جرمين إبراهيم التلفزيون المصري